استطاعت زهاء حديد حصد العديد من الجواز التي لم تنلها امرأة قبلها في العالم أهمها جائزة الدولة النمساوية للسياحة وجائزة ميز فاندرو وحصلت على جائزة البريتزجار وهي الجائزة الأكثر شهرة في مجال العمارة ويشار إليها بإسم جائزة نوبل للهندسة المعمارية لتكون أول امرأة تحصل على مثل هذا الشرف وحصلت على جائزة توماس جيفرسون للهندسة المعمارية لمساهمتها الجدية والمتفردة في العمارة واخطيرت كرابع قمرأة في العالم والأكثر تأثيرا ومنحت لقب السيدة ووسام الإمبراطورية البريطانية من قبل الملك إليزابيث الثانية وحصلت أيضا على الميثالية الذهبية الملكية من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين لتكون أول امرأة يتم تكريمها بهذه الجائزة المعمارية البالغة الأهمية